صدت قوات الجيش الوطني هجوماً حوثياً على مواقعها في محافظة تعز وقالت مصادر ميدانية أن الميليشيات شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني في جبهة صبر وأكدت أن الهجوم الحوثي تم تحت غطاء مدفعي وصاروخي كثيف وأضفت المصادر أن قوات الشرعية تمكنت من صد الهجوم بعد مواجهات استمرت لساعات وذكرت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفلت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران